ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف ومنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فعن عبد الله ابن دينار قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هم وزياء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه لهما ربي وضعهما بحجرته ما من أحد يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وعن نبيهم آمين ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عن شيخنا كان إذا سلم على الصديق بكى وأبكى كل من حوله لأصحاب القلوب عندما يقول يا صاحب الرسول الله في الغار سلام عليك يا صاحب الرسول الله في الغار ورفيقه في الأسفار يخله البكاء قال له أنت اعتيق الله من النار كل من كان له علينا يد كافأناه إلا أبا بكر فالله تعالى يكافئه أو كما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين قال الحافظ السخاوي أخرجه إسماعيل قاضي وغيره من طريقي مالكا قال وفي لفظ لإسماعيل أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله السلام على أبي بكر السلام على أبي على أبيه عمر ويصلي وفي لفظ آخر أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين أي ركعتين في المسجد ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ابن عمر ليس شركا ولا وقاح هذا ابن عمر يضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي لفظ لمالك أيضا أن ابن عمر كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه ودعا ثم انصرف الله أكبر وكذلك جاء عن أبي أمام عن أبي قال رأيت أنس ابن مالك قرد الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف وقال السخاوي رحمه الله عن يزيد ابن أبي سعيد مدني قال ودعت عمر ابن عبد العزيز فقال إن لي إليك حاجة قال يا أمير المؤمنين كيف ترى حاجتك عندي فقال عمر ابن عبد العزيز إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغنا ذلك فأقرئه مني السلام قال جاء ابن أبي الدنيا وقال حافظ السخاوي أيضا روالبيق في الشعب عن حاتم ابن وردان قال كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه يوجه البريد يوجه رجلا على على دابه من الشام قاصدا المدينة ليقرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه السلام أكذا كان أسلافنا فلنكم كما كانوا تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا وروا ابن عساكر في ترجمة سيدنا بلال اسمعوا إلى هذه الحادثة حضروا قلوبكم لسماء هذا في ترجمة سيدنا بلال رضي الله عنه بإسنادين وكذا شيخ الإسلام مجد الدين الفيروس أبادي في الصلاة والبشر بإسناده أيضا عن أم الدرداء رضي الله عنه قالت لما رحل عمر الخطاب رضي الله عنه من فتح بيت المقدس فصار إلى الجابية فسأله بلال سيدنا بلال الحبشي سأله أن يقره في الشام قال له تركني نعم أقيم في الشام ففعل ذلك فقال بلال وأخي أبو رويحة الذي آخى بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن بلالا بلال الحبشي لما أقام في الشام وأقام أين في الشام في دارية أقام في دارية في الشام سيدنا بلال ثم إن بلالا رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورني يا بلال فانتبه حزينا وجلا خائفا فراكب وقصد المدينة إن بلال حبشي فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي ويمرغ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما فقال يا بلال حسن وحسين رضي الله عنهم يا بلال نشتهي نشتهي أن نسمع أذانك لأن سيدنا بلال بعد من تقل نبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى ما استطاع أن يؤذن أذن مرة في الشام عند فتح البلدان نعم فأبكى الجيش نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ففعل ما استطاع أن يرد طلب أسباط سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه فلما أن قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة فلما أن قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها كل الناس يبكون ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أن قال أشهد أن محمد رسول الله خرج العواتق من خدورهن وقالوا بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي يوم أنعم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم وقد ذكرت هذه قصة في عدة من كتب التاريخ والتراجب اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك واكتب لنا أوفر نصيب مما تكتب لأوليائك من الأدب والتعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العمل بالشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب أجمعين آمين آمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة